مشاهدين ليست المرة أو ليست الأولى ولن تكون الأخيرة سجال بين منظمة الصحة العالمية وإسرائيل حول الأوضاع في غزة فإسرائيل تتهم كل من ينتقدها بأنه في صف حماس والإرهاب وهذا ما حدث فعلا عندما دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إلى وقف النار وإيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مناشدة مفاعمة بالعواطف ووصف الأوضاع في غزة بالجحيمية وقال إنه على يقي بأن الحرب لا تأتي بحل بل بمزيد من الحرب ومزيد من الكراهية داعيا إلى اختيار السلامة كما أمل أو أمل في أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي مع الوصول لحل الدولتين قبل انهيار الوضع الحالي وفي ردها على مدير منظمة الصحة العالمية اعتبرت ميراف إيلون شاحر مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جينيف اعتبرت تصريحات مدير المنظمة فشلا تاما في القيادة واتهمت المسؤولة الإسرائيلية الصحة العالمية بالتواطؤ مع حماس قائلة إن المنظمة غضت الطرف عن أنشطة حماس وذلك باستخدامها المستشفيات مواقع عسكرية واستخدامها أيضا المدنيين كدروع بشرية ترجمة نانسي قنقر